أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سلام يقول أنا أسكن بجوار والدتي وأقضي حوائجها من شراء بعض الأشياء القاصة بها ولكن زوجتي تغار من هذا الفعل أرجو توجيهكم لجزاكم الله خير تغار تموت تحيا لا تذكر في شيء هذا حق لأمك ما إليك من زوجتي والله لو بلغت عنان السماء وحفرت سردابا في الأرض ما إليك منها أنت مكلف بها تحول بين الإبن وأمه من هي هذه الزوجة أمام أم حنون حملتك كرها ووضعتك كرها من الذي يجازيها ومن الذي يكافئها هذه رأة جاهلة ما وجد التغارض لا على ولد مع أمه هذا يقول بعض العلماء هذا جنون ليس بغيرة هناك جنون هناك غير لكن هذا فألعن من الغيرة وأسوأ لأنه جنون ما أحد غار من ولد مع أبيه وأم بنته مع أمها أو ولد مع أمه الأم حقها عظيم وعلى المرأة أن تتق الله أن تعلم سعادة زوجها في بره لأمه فإذا وقفت بينه وبين بره لأمه فويلوا لها من الله عز وجل لأن هذا حرب يبيض بها الشيطان ولي الله المؤمن البار بوالديه يصلت عليه زوجته وبعض الحين مصيبة الزوجة غير من زوجتي إذا برت أباها أو أمها وهذا كله من عبث الشيطان هذا جنون وليس بغيرة أن المسلم يتق الله حق الأم كبير جداً ما دامت أمك حية فادركها قبل أن تبكي الندم على فراقها لا تفكر في زوجة ولا في أولاد ولا في أصحاب ولا في أحباب أمام الوالدين فكر أين أنت مما أضعت من أيام الخلط وأزمنة مضت طالما ضيعت هذا الحق ووالله إذا قبرت أو ماتت لبكيت بكاء الندم ألا كل تفريط على كل تقسير هذا أمك قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم ما قال اقضي حوائجها الله أكبر إلزم رجلها الجنة التي من أجلها سالت دناء الشهداء ومن أذلها بحة أصوات العلماء تعليماً وتذكيراً من أجل الجنة عند رجل الوالدة ثم تقول لزوجتها إلزم رجلها الله أكبر والله لو تأمنت في هذه الكلمة يحار عقلك ولبك ما قال لو طعها ما قال اقضي حوائجها أبداً قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد قال أحية أمك قال نعم قال إلزم إلزم رجلها إيش معناها إلزم أولاً غاية الذلة لأن الرجل موضع القدم هذا غاية الذلة والإسلام عزيز لم يقتصر القرآن وحده على التذلل للوالدين حتى تبعته السنة الله يقول واخفض لهما جناح الذل عبض الذل للوالدين ثم تأتي السنة وتقول إلزم رجلها إلزم رجلها فإن الجنة ثم أي هناك جنة الله سلعته الغالي عند قدم الوالد أين أنت؟ أنت في جنة عظيمة ونعمة جليلة كريمة ما دام قلب أمك يخلق ما دامت الروح في جسد أمك أدركها قبل أن تبكي بكاء الندم أسكت لسالاً يحول بينك وبين قر أمك وصم أذنك عن من يبعوك إلى التقصير أو التواني أو يثبقك قل للزوجة من اليوم إياك أن تفتحي فمك في شيء بيني وبين أمي وإياك أن تعترضي سبيلي إذا قمت ببري لأمي هذا حق واجب عليك ليس لك فيه منه حق الأم وما حق الأم مهما فعلت ومهما بدلت ما جازتها حقه ولذلك لما ينظر الإنسان إلى نصو إذا نظر الموفق السعيد إلى نصوص الكتاب والسنة وجدها متضافرة ومتكاثرة في تقديم حق الوالدين فلا يجوز للمسلم أن يترك أو يرخي العنان لزوجته الزوجة لا حق ولكن ليس على حساب الحق الأحق والأولى والأعظم والوالدة والوالد الوالدة قل لك أريدك في شغل وإذا بها تقول إيش هذا الوالد ما نستبتع بك ما نجي سمعاك تقول لها أخلصي أسمتي هذا أبي وهذه أمي وهذه أمي جنتي وناري لا تتكلمي في الوالدين من أول لحظة تسكتها لا تتدخل الزوجة وصاحبك يقول لك ما هذا الأب الذي يشعلك إلى متى أبوك ما نستطيع نأخذك ما تستطيع سافر معنا بمجرد أن يصل أحد ليدخل بينك وبين أبيك وأمك فأخرس لسانه وأوقفه عند هذا الحد قل له كل شيء إلا والده كل شيء يتكلم فيه بالنسبة لأموري فيما بيني وبينك من خاصتنا إلا الوالده فاحذر وإياك أن تتكلم وإياك أن تثبت عزيمتي أو تضعف قوتي في بريني والدي ولذلك أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل وأوصي هذه المرأة أن تتقل الله وأوصي كل زوجة أن تتقل الله عز وجل كانت الزوجة تأتي إلى أم زوجها كأنها أم لها ترعاها وتكلمها وتكشن عشرتها وتتذمن لها وتوفي لها وهذا هو شأن الصالحات الموفقات أنهن يحرص على بر الزوج في والديه مرأة صالحة تقف مع زوجها تقيمه من منامه لبره لأمه مرأة صالحة تقيمه من منامه وتزعجه في راحته يأتيها ويقول متعب تقول له أبشر بكل خير أنت أتيتني من جنة أنت إذا قضيت حاجة الأم قضيت حوائجنا لأن الله ببركة طاعة العبد البركة في الطاعة إذا طاع العبد واتقى الله عز وجل هورك له في قوله وعمله وماله وأهله وولده ومن دخل إلى زوجه بارا بوالديه دخل إلى خير وإلى بر فالمرأة هي التي تشبت زوجها المرأة الصالحة أما إذا كانت صالحة بالاسم والدعوة وتأتي تغار كل ما دعت الأم وكل ما سألت هذا ليس بغيره هذا جنون وإياك أن تتبع أمرك الله بالعقل لا هناك عمون المرأة ما هي عاقلة تقول لك تحل بينك وبين أمك إياك ثم إياك احذر وضاعث أجرهم في ذلك اللهم أعلم مرأتي شبك من كان منهم حيا أن تفسن خاتمته وأن تبارك قوله وعمله اللهم اجعلنا من البارين اللهم اجعلنا من البارين وافتح علينا بذلك أبواب الرحمات وبلغنا معهم أعالي الفردوس في الجنات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الواصلين واجعلنا من البارين واجعلنا من أهل الرضا يا أرحم الراحمين اللهم لا تحل بيننا وبين رضاك في والدين بشيء بلغنا أعالي الدرجات وغفر لنا في الحياة وفي الممات وأجب لنا واسع الرحمات يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اسعدهم سعادة السعداء اللهم نعيمهم نعيم الشهداء اللهم أنزمهم منازل الأبقية واجزم معنا خير الجزاء اللهم أنزم معنا خير ما جزيت والد عم ولد اللهم أنزم معنا خير ما جزيت والد عم ولد اللهم أغفر لهم ما قصروا في حقنا اللهم أغفر لهم ما قصروا ويعبهم وبدل سيئاتهم حسنان هجب لهم رفاة الدرجال ونعيم الجنات أرحم الله أحمي اللهم عنا على برهم أحياء وأمعت اللهم أبرنا على برهم ورضاهم يا أرحم الرحم اللهم أغفر لهم أتم المغفرة وأشملها وعنها وأخصها وارحمهم أتم الرحمة وأشملها وعمها وأخصها يا أرحم الراحمين اللهم أحلناهم إليك أن تجزيهم بأحسن الجزاء وأن تنزلهم منازل السعداء وأن تجعلهم في جوار النبيين والصديقين والأثقياء يا فاطر الأرض والسماء يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأحيائهم ويسر أمورهم وشرح صدورهم وأحسن خواتنهم وأصبح أقوالهم وأعمالهم وأرضهم عنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حق والدينا أحياء وأمواتا اللهم ارفع عنا آثار ذلك من السوء في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين اللهم اجبر كسرنا وارحم بعثنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم وصلهم بالماء والثلد والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الصوب العبيض